أخ يقول نعلم بأن الصلاة بعد العصر مكروهة نعم صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر فإذا فاتتنا صلاة الظهر ألا يجوز أن نصليها بعد العصر أولا احرص على ألا تفوتك صلاة الظهر ولا غيرها احرص على ألا تفوتك صلاة عن وقتها لأن فوات الصلاة عن وقتها هو مجب للقضاء نعم لكن ذلك من الكبائر إلا عند الضرورات وإياك إذا حضرت وقت الصلاة وكان هناك عندك عمل يمكن تأجيله احذر أن تقدم العمل لا تقل لصلاتك عندي عمل بل قل لعملك عندي صلاة مقياس محبة الله في قلبك أن تقهر الظروف لأجل الصلاة لا أن تأجل الصلاة لأجل الظروف فالدنيا ملحوقة لكن الآخرة احذر أن تكون مسبوقا فيها كن سابقا لا تكون مسبوقا هناك أصحاب اليمين فائزون وهناك السابقون هم أفضل من أصحاب اليمين يعني جزء من أصحاب اليمين فالله تعالى قال في أصحاب اليمين وأصحاب اليمين قال لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين عدد كبير من الأولين الذين هم جيلوا الصحابة ومن بعدهم ومن الآخرين نحن والأمم القادمة بينما السابقون ماذا قال الله تعالى عنهم قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين من الأولين ثلة من جيل الصحابة والتابعين واتباع التابعين ثلة كثيرة هم أهل السبق بلا شك أهل العزائم رضي الله عنهم وقليل من الآخرين أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين على اتحاد نجيب على سؤالك نعم إذا فاتتك صلاة الظهري بلا شك تقضيها بعد العصر إذا استطعت أن تقضيها قبلها اقضيها لكن ربما دخلت ووجدت الصلاة قائمة اقتد بهم إنو العصر ثم صليها بعدها صلاة الظهر لقى الإمام الشافعي الترتيب يسقط صليها بعدها عندما نقول الصلاة مكروهة بعد العصر نعني التطوع إنسان يريد أن يتطوع بالصلاة لا تتطوع بعد الفجر حتى تشرق الشمس ولا بعد العصر إلى أن تغرب لكن الصلوات التي لها سبب نعم يمكنك أن تصليها حتى لو كان بعد العصر مثلا توضأت وتريد أن تصلي سنة الوضوء صلاة الوضوء من أسباب دخول الجنة دخلت في مسجد في طريق رأيت مسجدا ودخلته نعم صلي تحية المسجد حضرت جنازة صلي صلاة الجنازة كل ذلك ممكن بعد العصر كان عندك قضاء صليها بعد العصر لا مشكلة إنما المنهي عنه التطوع التطوع الصلاة التي ليس لا سبب سواء إلسان يريد أن يتطوع لله تعالى ترجمة نانسي قنقر